قبل حوالي عشر سنوات منع مقاتلي أزوف من استخدام الأسلحة الأمريكية لأن المسؤولين الأمريكيين اعتقدوا أن بعض مؤسسيها لديهم آراء قومية متطرفة ولكن هذا أصبح من الماضي حيث سمحت مؤخراً إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لللواء الثاني عشر من القوات الخاصة أزوف والتابع للحرس الوطني الأوكراني باستخدام الأسلحة الأمريكية حسب ما نشرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الأمريكية سيتمكن اللواء الآن من الحصول على نفس المساعدة العسكرية الأمريكية كأي وحدة أخرى ويأتي هذا التغيير في السياسة مع دخول كييف الموسم القتالي الصيفي والذي ستواجه فيه الجيش الروسي الذي كثف من ضغوطه على أهداف في شرق أوكرانيا والبنية التحتية للطاقة في البلاد إذا كان أزوف في أوكرانيا ومعظم الدول الغربية مرتبطاً بالدفاع البطولي عن مريوبيل فإن دعاة الكريملين يعتبرون اسم اللواء مرادفاً لكلمة النازيين ومنذ العام 2014 اتهمت وسائل الإعلام الروسية أزوف بارتكاب جرائم دون أدلة وفي العام 2022 تكثفت الهجمات الإعلامية الروسية على أزوف ونشرت وسائل الإعلام الروسية على نطاق واسع تصريحات وزير الخارجية الروسي لوفروف بأن اللواء مدرج في قائمة المنظمات المتطرفة والإرهابية في الولايات المتحدة واليابان وبالفعل ظهر اسم أزوف في دليل الإرهاب الدولي الياباني عام 2021 وفي أبريل من العام 2022 نشروا على الموقع الإلكتروني لوكالة الاستخبارات الأمن العام اليابانية أنهم أزالوا اسم الوحدة من قائمة الإرهابيين لتجنب نشر المعلومات الزائفة وعلاوة على ذلك قدموا اعتذارهم لإدراج أزوف في هذه القائمة ولم تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية أبداً لم يتم إدراج أزوف في قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية حسب تصنيف الولايات المتحدة رغم أنه في العام 2019 طالب أربعين عضواً ديمقراطياً في الكونغرس من مجلس النواب الأمريكي بإدراج أزوف إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية ودى عضو الكونغرس ماكس روز أن أزوف متورط في الهجمات الإرهابية التي جهدتها نيوزيلندا عام 2019 فقط لأن منظم الهجوم كان يرتدي رمزاً مشابهاً لرموز اللواء على الرغم من أن الرمز الذي كان يرتديه الإرهابي لا يثبت وجود أي علاقة مع اللواء الأوكراني قبل تمرير المساعدة الأمريكية خضع اللواء أزوف لفحص شامل من قبل قانون ليهي الأمريكي والذي سمي على اسم مؤلف الوثيقة حيث يحضر تقديم الدعم العسكري للوحدات الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات خطيرة للحوق الإنسان وبناء على نتاج التحقيق ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لم تجد أي دليل على مثل هذه الانتهاكات كان هذا نتيجة عمل طويل ومضني قام به أفراد عسكريون من أزوف بشكل منهجي في الحرب والتصدي أيضاً للدعية الروسية والأكاذيب حول أزوف والتي ظل النظام الكريملين ينشرها في الغرب لسنوات واليوم طلقت صفعة قوية بالإضافة إلى المعدات العسكرية من الولايات المتحدة تم منح مقاتلي لباء أزوف الفرصة للمشاركة في التدريبات التي نظمها البنتاجون وتشير الوحدة إلى أن الأسلحة الغربية والتدريب من قبل الولايات المتحدة لن يزيد من فعاليتها القتالية فحسب بل الأهم من ذلك أنها ستساعد في إنقاذ حياة المدافعين الأوكرانيين أعداد فليرا نيكو بوليفا لقناة تيفي عربية ترجمة نانسي قنقر